إليسة، انتقدي لدكتور سامير جعجع وجهيله انتقاد انتقاد لسامير جعجع انتقاد لسامير جعجع كإليسة، هم بيحكي؟ مش بحاجة لا توضيع ليه ما بتسترجعك أنا زيهمة تتقاد طيب كإليسة، إليسة، انتقدي لدكتور سامير جعجع طيب في شغل كثير ما بيعرفوها الناس ما علي هيك على الهمش أنه نحن في شيء اسمه اجتماع مجلس مركز زي كان يكون هيدا للستركتور تبعية الحزب القوات عن جد الحكيم انه كتير كان يسمع انتقادات خاصة بكل صراحة بقلك وقت قرر انه يعلن ترشيح ميشيل عون بقى ست سبعة شهر اجتماعات الحكيم حتى ويسمع انتقادات من الشباب وكان يتقبلها بكل رحابة صدر وجرب يقنعهم باننجع لأليسة وكاكنت شخص حاضر يعني باننجع لأليسة، أليسة انتقدي لدكتور سامير جعجع وجهيله انتقاد عمله انا بعرفه شخص اذا بدك عنده عمق بالفكر وعنده فيجن بالأشخاص انتقدي، وين عمل غلط وعنده عمق بالفكر وعنده هيك بيعرف أشخاص معينين اوقات ما بعرف اذا عن طيبة قلب او عن فرصة بيمنحها للأشخاص انه صدق صدق مش انه ممكن تظبط لسلحة مع طيل وطن الحر، صدق شبران بسيل أليسة غلطت باغنية حنى السكران من فترة على المسرح وقلت عم بيزبط بنت الجيران وريما الرحباني قالت الحق على المجرم الأول والأخير وصفته بكذا وصف بشي على أسامة يلي داير أليسة والتوابع معقول أليسة تغلط بهيك غنية يربينا عليها؟ هلأ هو كلمتي زبت بستعملها الشاب يمكن هو عم بيزبت بنت الجيران كان انه تعتبرها انه جلت على خطيئة يعني اعتبروها خطيئة مميتة هي ما بتستاهلها الآن؟ لا اكيد ما استاهلها الآن التيلون أصلا بوقتها موتوا بغيسكن بتقولي يا زيتا لكل المنتقدين اليوم يمكن فكر شوي زيدي قبل وبلاقي غير كلمة تغيزون أكتر تغيزون أكتر أليسة إذا طلب منك النائب الأعزب نزيه متى الزواج منه بتنفسي له الأبيض؟ أنا بتجاوب عنها أليسة كيف بتجاوب عنها؟ أنا أليسة أكيد إيه؟ أكيد إيه؟ تابع لي يعني؟ ليه شبه يلفتك فيه؟ آم فنان هم وأنت فنانة تلبقوا لبعض أحساس مرهب أليسة أنت بتعرفي أنه هالغنية بحبك كتير نائب نزيه متى مع أنه أعزب وما تزوج أوليك ليه؟ ليه بتعني له؟ في حط بركة صغيري هون لا أليسة كأليسة لأنه كلها أحساس الغنية أم بعتقد لأنه كلها أحساس هو فنان دونك هم 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 هم